اشتركوا في القناة انا شنو اقلب اروح بالدم لا لان ما عدي قائد يعلمني الممانعة هسا عندنا قيادات سياسية مو الله كيفيلك منبطح امام اسرائيل هو عرضه بعد يمثل علي لان اسرائيل تقول انا اريد تطبيق مع الحكومات مو مع الشعوب شعب ما يهمني حكومات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفتونا هالزنديق هذا كيف ينادي على الشيعة ان يصبروا على الجوع وعلى العوز وعلى الخدمات السيئة من اجل الممانعة بس اريد اسألك اي ممانعة سؤال بس انت قنعني وقنع هذه الناس اي ممانعة تقصد عنها اي ممانعة امريكا قاعدة بنصف بغداد بنصف بغداد قاعدة وامريكا قاعدة تصدر النفط العراقي وتحطه بجيبها وتصدق على العراق بفلوس اي ممانعة يعني هالساعة اذا المواطن طالبوا بخبزة وطالبوا مستشفى نظيفة يتعالج بيها وطالب بتعليم يعلم اولاده وطالب بكهرباء يبرد روح بذاك الصيف اللي يلهب له بحار هذا ضد الممانعة شنو التضاد بيناتهم شنو احنا دولة فقيرة ما عدنا نقول يابا نتحمل نمانع مثل ما انتم مانع لو ما عدنا نقول نتحمل بس احنا دولة غنية واحنا بعد السعودية تعتبر موازنتنا هي الاعلى بالشرق الاوسط بعد السعودية نعم تخيل معي وشعب العراق افقر من شعب الصومال الشعب العراقي افقر من شعب الصومال يومية طالعين مظاهرات يومية طالعين هوسة يطالبون بابسط حقوقهم كبشر عايشين بهذا البلد يشوفون النفط والخير يروح يمنوا يسرى تعرفون تهريب النفط شهر واحد هذا الشهر اللي راح تعرفون كم بلغت قيمة تهريب النفط ما يقارب اثنين مليار دولار تهريب النفط بصورة غير شرعية هذا لمن؟ اي ممانعة يا ابن المتعة اللي تحتي عنها؟ اي ممانعة تريد الناس تسكتها؟ اي ممانعة؟ اي ممانعة للاموال بالمليارات تنهب؟ اي ممانعة؟ اي ممانعة وسيدك السكستاني حاط ايده على اكبر خزينة بالعالم وهي خزينة الاضرحة وخزينة العتبات المقدسة وخزينة الشركات اللي اسسها والجامعات والمعاهد والكليات والسياحة والدنيا كلها اي انطيني شلون يصبر الشعب هما يشوفكم اكبر نهابة سلابة؟ شلو اي ممانعة؟ نص هذول الممانعين واللي ينادون بالممانعة تلاقيهم عرات هناك في جزر الهواي او جزر المالديف عرات هناك هما ونسوانهم يطقون الديسكوات والعرق بروسيا ومراقص روسيا ومراقص اوروبا ومراقص تركيا ويناديني بالمماتعة هنا انتم لقيتوا شعب غبي انتم لقيتوا ناس متخلفين ما يقول هذا المواطن الشيعي ما يقول انا ليش ارقص له ليش اغني له هو شنو هذا فتقون دراء ليش ارقص له انا ليش اغني له وهو ناهب لي وسالبني حتى حصل لي منه دولار اشتغل عنده صكاك اكتل واحد ثاني حتى حصل لي منه كم دولار بينما انا اقدر اعيش مثل اي مواطن اخر شريف بدون ما اقتل احد وعيش بكرامتي واحصل من اموال بلدي تطالب بالممانعة اي ممانعة صدعت روسنا بالممانعة بشارك الاسد اكبر ممانع بالتاريخ ولولا اسرائيل لا سقط بشار ولولا دعم روسيا واوروبا وامريكا لبشار لا سقط بشار من الزمان ام حسن نصر زبالة تقصد عنه هو الممانع اللي سوى صفقة الان مع اسرائيل بترسيم الحدود من اجل الحصول على منابع الغاز في بحر المتوسط اي ممانعة صدعت روسنا بالممانعة صدعت روسنا نهبت البلد دمرت العباد والبلاد انت ما تلاحظ ان العالم كفرت بكم وشعاراتكم هذه قامت مات مور بس على المتخلف الغبي اللي قاعد حذرك هذا ما يدري الدنيا وين رايحها الممانعة هذه اعزف بيها على الاغبياء والمتخلفين ما عاد احد يصدق بيكم ممانعين هاي اسرائيل الان من بداء من جنوب العراق الى شمال الشركات الاسرائيلية شغالة في منابع النفط تروح تطلعها اتحداك تروح تطلعها يصقونك ميت عال على وجهك ممانعة هذا الجيش الامريكي وقواعده كلها جنبك السفارة الامريكية اتحداك تضرب عليهم رصاصة صار لكم عشرين سنة تضربون على السفارة الامريكية ما حشتوها ما لحتوها رصاصة وحدها ما لحتوها اي ممانعة تصد عنها يا ابن المتمتعة اي ممانعة نهبتوا البلد دمرتوا البلاد دمرتوا العباد دمرتوا العراق تجي طالبني بممانعة طالبني اني لا اطالب بأكل ولا اطالب بخدمات لاني اشابه البقر وانت الصيف بايران هناك في طهران متمتع بحظن عشرين وحدة وجماعتك ذول السياسيين كل واحد عنده فيلا بدبي وفيلا باسطنبول وفيلا بأوروبا وفيلا معرف وين وهذا الشعب من الضيم ومن الفقر ومن القهر ومن الفيضانات من الحر من الدنيا كاتل الوصخ وكاتل الفقر لأنكم لقيتونكم شعب غبي متخلف تركبون فوق ظهره باسم الممانعة اطلع لك صور الممانعين مالاتك مال حجد الشعبي قادة الحجد الشعبي مال ممانعين هم بطالة عرقهم ونسوانهم وديسكواتهم بلبلان راح أطلع لك الآن حالة من الحالات يا ابن المتمتعة اللي تقول لها مانعي مانعي ما عدها لا بيت لا راتب لا مستقبل زوجها الوحيد اللي كان يكد عليها أخذتوا بما يسمى الحجد الإرهابي وقتلتوا وخليتوها هي واطفالها قاعدة بالشارع خلينا أوريك الحالة اللي طالبها بأنها تسكت تمانع حتى تصير ممانعة وحضرتك تنها بفلوس وتاكل رز ولحم وتجيبك سيارات بكسارات وتوديك بكسارات والطالب الفقراء بالممانعة يا ابن المتمتعة أنت وسيدك السكستاني اللي ينقل خزنات الأضرحة وخزنات شركات العتبات المقدسة وخزنات اللي يعطونها الدولة من الدعم بالمليارات للحوزة والوقف الشيعي ينقلها البريطانية هو وبناتها هناك قاعدين يعايشين بخير والطالب هذول الناس الفقرة بأنهم يمان وخلينا نشوفوا الآن هاي المسكينة اللي طردوها بالشارع وزوجها انقتل بحرب داعش زوجها انقتل بحرب داعش ما تشفع لها لا أعطوها راتب لا أعطوها بيت لا أعطوها شيء طردوها بالشارع وهذا ابن المتمتعة يقولها انت صبري صيري لا تطالبين بخدمات لا تطالبين ببيت لا تطالبين براتب حتى لا تصيري مثل البهيمة فضل مثل ما دا نشوف ان العوائل قاعدة بالخيام النساء منو يقبلها اكو عراقي شريف يقبلها امرأة امرأة قاعدة بخامة طيب انت ما خفت عليها من قاعدتها بخامة من هديت بيتها عليها شنو متوقعين هديتوا بيوتهم رح يشلون منها مرح يشلون هاي القاع مو الاحد انت تريد 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 تطور تطور بس مو على حساب المواطن مو على حساب امرأة عراقية ضحت بزوجها شهيد وضحت بابنها وضحت بنفسها وتحملت الضيم والتعب على موت بالتالي تجي تهد بيتها عليها وبيت بسيط هم كانوا قاعدين تجاوز وما طالبين من عدكم فتشي وهاي الارض مو ادكم انا ادري انه هاي تجاوز مو هسه مو هسه قاعدوا بيها 2003 قاعدوا بيها انه انت قاعد بخامة وزوجتك بخامة تقبلها فت مرة وحدة مرة وحدة مرة وحدة قاعد زوجتك بخامة شفت تحملك زوجتك الامرأة العراقية مجاهدة تجاي تبني بس مو على حسابهم تريد تبني تريد تطور امشي بمشاريع انه تنطيهم بيت تنطيهم حقهم يقولون انه خارج العراق ذلة لا والله نازلة خارج العراقي ينطوك بيت ينطوك راتب شهري المرأة حامل ينطوها راتب شهري احنا هنا طفل طفل منعه انه يأكل طفل منحرمه من الاكل اكيد هذا الطفل كل شيء ما ماكل صلى يومين ديش الخوف المهم هذولا المعممين يا شيعة ما صعدوا فوق ظهوركم واعتبروكم بهايم الا لانكم عطلتوا هذا عطلتوا هذا المعممين بنفس القارب مع السياسي عصابة وحدة مدعومين وما عندنا شيخ عشيرة شريف شفت شيوخ الشيعة شيوخ السنة مغلوب على امرهم بس يطلع يرتكبون عليه ارهاب ويكتلونه لكن شيوخ الشيعة ما بيكون ولا واحد شريف ولا واحد عند غيرة على العراق ولا واحد ابن ابوه ورضع من هذا البلد كلكم خوانة خوانة حطيتوا ايديكم بيديا هذول السياسيين الحرامية والمعممين الزنادقة ضد هذا الشعب حتى تنهبونه والسلبونه وتعيشونه في ذله ليش وهسه هذا القانون الجديد ابلع يا عراقي قانون تجنيس كل شخص يقيم بالعراق سنة ياخذ الجنسية العراقية ليش هذا القانون حتى يجنسون الحرس الثوري ما التجارة الصيونية جارة الكفر ايران نعم اكو واحد طلع اكو شيخ عشيرة اخذ عشيرته وراح الظاهر قال هذا القانون ما يتطبق هذا القانون هو تغيير ديمغرافي للشعب العراقي بعد ان اكتشفت طهران ان الشيعة العراق ما يمكن ان ينصروها ويصيرون ضدها وانه ناس لا يمكن الاعتماد عليهم بالسيطرة على العراق فراح يصدرون هذا القرار حتى يدخلون مليون عشرة مليون خمسة عشر مليون ايراني حرس ثوري داخل العراق ومتى ما فكيت حلقك يدوسون على راسك بالقندرة على راسك يدوسون بالقندرة اكو شيخ عشيرة اخذ عشيرته وطلع الظاهر ضد هذا القانون وقالهم انشقح لكم اذا لفتوا هذا القانون ماكو ولا واحد ولا كل الشعب بيت ما يدري بهذا القانون ما يشوف هذا القانون تقعد بالعراق تحصل جنسية لمدة السنة ليش شعب العراق ما لاقي اكل ما لاقي شغل ناس تتخرج اطباء ومهندسين ويتخرجون من جميع المعاهد والكليات يوميا منظاهرين ما عندهم شغل آلاف الشباب ما عندهم شغل وتروح النوم تجيب لي ناس يقعدون بالعراق لمدة السنة وتلطيهم جناسي ليش انت قائب اوروبا محتاجة شعب هذا تغيير جيمغرافي لان جولة الكفر الايرانية اكتشفت ان شيعة العراق لا يمكن الاعتماد عليهم فيجب تغييرهم ديمغرافيا فهذا اللي قاعد يسوونا وانتم ظلوا سابتين ظلوا ظلوا للأسف الشديد بحياة العراق ما مر على شعب جبان مثل شيعة العراق خائنوا جبان شوف هسا خلي تعارك الشيعوية جارة شال البندقية او طلع على ابوك ابوك امك امك واحد يرمي الثاني وروح قتله وجرحه لكن في سبيل العراق ما مستعد يموت لان جبان ما مستعد ان يطلع اسلاحه في سبيل العراق ويطرد هذه الزمرة الفاسدة لان جبان انتم سببكم هاي العالم كل هالطوائف اللي حيشها في العراق ساكتة لانها تعرف بس تحتي شترتكبون عليهم وذبحونهم وتكتلونهم كل العراق ونفط العراق وخدمة العراق واموال العراق رايحة للجارة الكافرة ايران دولة الكفر ايران وانت يا ابن المتمتعة تقول للناس انتم لا تطالبون بخدمات ولا تطالبون بكهرباء ظلوا انا من الشامتين بكم بس انا قلبي اخذني حسر على اهل السنة وعلى بقية الطوائف المساكين اللي عايشين بالعراق مثل الصابي او النصارى وغيرهم من الطوائف اللي عايشة بالعراق مظلومة ويانة بسبب حكمكم الاجرامي الارهابي الكافر حكم اللصوص والزنادقة تحياتي لكم اتمنى تشغل مخك وتروح الطالب شيخك تقول ليش ما تظاهر هذا العراق راح ينباع يقعد بالعراق سنة هذا الايراني حصل له جنسية باتر يصير رئيس وزراء وصير وزير وصير مدير مخابرات ولا هما موجودين الان هما ماسكين الى هذه بس راح تصير الان بالملايين بالملايين تشريعا الان كانت بالدس الان راح تصير على عينك يا تاجر وتحياتي اليك وبعد ينطلع لي مظاهرة ماسك مكنازتك وتظاهر والطالب المرجعية السلام عليكم قصح باتر 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 اشتركوا في القناة شكرا